في طريقين ايوه في طريق سهل وفي طريقين شوية صعب لا انا بسهل الله يرحمه لديك طيب لا سهل في بعض رواد المالية الشخصية مثلا يقترحون تقسيمات معينة تقسيم الراتب حلو فمثلا جورج كلاسون في كتاب اغنى رجل في بابل يقول لك مثلا 70% من الراتب او من دخلك للمعيشة في صورة لل لا لا الثانية اللي فيها الصورة ايوه ف70% هذا للمعيشة 20% 70% للمعيشة هذا تقسيم حقك هذا حق التاجر ولا لنا حنة لا للجميع خليه يقول راتب 20% يقول هذا لسداد الديون و 10% الدخار في مثلا تقسيم اخر معلش تلتنها بالاسعار 10,000 ريال فيطلع عندك مثلا 7,000 معيشة 2000 سداد الديون و 1000 الدخار والله 3400 يا شيخ يعني انا تعوقع تعديت اذا هي على النسبة التي اكترتها هذا هذا المثال بس في نسبة ثانية من النسبة الدارجة برضو في اليزابيث ورين تقول فغارة هذه خمسين تقول خمسين بالمية هذا للضروريات 30% للكماليات 20% للدخار فهذا تقسيم ثاني طبعا ما في تقسيم يمشي على الكل ما في بن حق مفاجآت تعرف ضيف ولا سيارة ولا اخراض فيه طوارئ تقدر تحط تقدر تحط بلود اللي انتو عشان كذا نقول ما في تقسيم يناسب الجليد وش اللي يحكم أطيب هذا الشيء تقسيم انت احتياجك اه احتياجك اذا تمرنا نوريكم الثانية ايوا المعقدة شوية ايوا فيه انتو عطونا صورة صورة يا شباب عطونا صورة كيف ابدأ للدخار طيب هذا الصورة جميل هادي واضح ايوا هاشتاك بنزلون طيب الخطوة الأولى الخطوة الأولى تبدأ تسجل وتصنف مصاريفك يا سلام تمام ايوا مدة ثلاثة شهور الى أربعة شهور بالكثير هذا الخطوة الأولى تسجلها وتصنفها حيلا يعني رحت بقالة مثلا شريت لك بخمسمائة ريال سجل طبعا التسجيل هنا ما راح تسجل كشي تفاصيل وانتك تكتب خبز مفروض ريالين خبز بر ثلاثة ريال ولا لا خلاص سجل انه بقالة خبز مفروض ريال حيلا رحت المطعم نفس الشي تسجل مطعم مثلا يا سلام هذا تسجيل تصنيف تسجيل مدة شهرين ثلاثة شهور أربعة شهور بالكثير حيلا طيب بعد ما تسجل تيجي مرحلة اللي هي المراجعة جميل تبدأ تجمع البيانات اللي انت جمعت هذه والبيانات اللي انت كتبتها و سجلتها تبدأ تراجعها وتشوف ايش تصنفها تقدر تختصر البنود حقيتها مثلا اذا عندك مثلا اطلع على خمسة عاش عاشرة تقدر تقللها مثلا خمسة ستة بنود حلو حلو وتبدأ تطلع متوسطات حقا الصرف مثلا البند هذا متوسط الصرف علي مبلغ كذا البند هذا متوسط الصرف علي مبلغ كذا يعني اضع أولويات بعد كذا ايه وش اللي المفروض يصير لها الأكثر وش اللي ممكن ألغيه وهكذا اللي يصير عندي الدخار واضح مضبوط فهنا تحط المتوسطات كلها فالأخير بيبقى معك مبلغ المبلغ هذا هو حق للدخار تمام فهذا الخطوة الثانية الخطوة الثالثة تبدأ تصنفها تحط ميزانيات يعني مثلا الكل بند تحط لها ميزانية مثلا البند هذا ميزانيته كذا وتبدأ تصرف وتسجل وتتبع الميزانية حقتك هذا شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة ترجمة نانسي قنقر